السلام عليكم أخوتي كنتمنى تكونوا بألف خير اليوم لدينا أخبار مهمة تتعلق بصوفيان أمرابط وكذلك أشرف حكيمي وفي الأخير سيكون كلام على عبد السماد السلزولين ندخلوا في الموضوع الذي سيكون باختصار كيف العادة والبداية ستكون مع شبكة سكاوكا المختصة في تقييم أداء اللاعبين هذه الأخيرة نشرات تنقية اللاعب ويستهام وفيرونتينا في نهاية دور المؤتمرات الأوروبي وعطاهم لصوفيان أمرابط تنقية 8 وعلقوا على الأداء ذياله بالقول لعبت المباراة بوتيرة أمرابط حيث سيطر المغربي على الإقاع في خط الوسط لم يتمكن لاعب خط وسط ويستهام من الاقتراب منه أو لعب تمريرات جميلة في اتجاه منطقة الجزاء أو في البناء وظهر في لقطة تعادل من بونافينتورا خلاصة الكلام الجميل هو أن سوفيان أمرابط كان حاكم وسط الميدان بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكذلك نيف أكرد نال الحق دياله من إشادة بحيث تحصل على تنقية 8 وعلقوا على الأداء دياله بالقول قوي جدا دفاعيا وأكد هيمنته مع تدخله الكبير على غونزاليس في الشوط الأول نرجع بعجالة لسوفيان أمرابط أعلن ليويفا أن اللاعب المغربي مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب لهذا الأسبوع هو وثلاثة ديال اللاعبين الآخرين والأمر كيتعلق بلوكاس باكيتا وكذلك اللاعب جارود بوين وفي الآخر اللاعب غايا كومو إن شاء الله تكون من نصيب أمرابط ومازال مستمرين مع سوفيان أمرابط تشافي كان عنده لقاء مع قناة جيجانتس أفسي على تويتش وكان تشافي يهدر عن المواصفات والمميزات التي تريد أن تكون في اللاعب خط وسط لغة التعاقد مع برشلونة وبطبيعة الحال اسم اللاعب المغربي كان مذكور وكان لدوات صريحة تشافي هرنانديز اللاعب الذي سيأتي يجب أن يكون قادرا على الفوز بالعديد من المواجهات التنائية وأن لا يفقد الكرة وأن يكون جيدا من الناحية البدنية وأضاف دائما ما يتم تداول بعض الأسماء مثل كيميتش وزوبي مندي وأمرابط هذا الشيء عادي لأن هناك الكثير من المنابر الإعلامية ما يجب القيام به هو محاولة تحديد ما هو الأفضل لبرشلونة إذن كانت أول كلام ديتشافي والمميزات اللي قال كام لم تواجدها في سوفيان أمرابط وكذلك موقع اتسي برشلونة داروا مقال بعنوان برشلونة لا تنسى أمرابط باعتباره باديل بوسكاتس منخف التكلفة وتكلموا في المقال ديالهم على أن سوفيان أمرابط سيكون هو أفضل باديل بوسكاتس وكذلك نكون واضحين ركزوا على أنه سيكون أرخص باديل يعني التكلفة دياله ستكون منخفضة وحدوها بين 30 و 40 مليون يورو ولكن بدون عطيفة ومشيحة مغربي القيمة ديالأمرابط تفوق 70 مليون يورو حيث هو حسن بزاف من لاعب وستهام دي كلان رايس للقيمة دياله تفوق 80 مليون يورو الأساس أن الصحف رجعتك تربط الاسم ديالأمرابط بالنادي الكاتالوني وكذلك الصحف الإنجليزية تهدر على أنه كان اهتمام من أندية إنجليزية نمشي واللاعب آخر وهو أشرف حاكيمي ووفق مذكراته إداعة AMR Sport فإن نادي باريسان جرمان فاتح الباب أمام إمكانية الاستغناء عن أشرف حاكيمي وأضافت القناة في التقرير ديالها أنه على الرغم إعجاب حاكيمي بالنادي الفرنسي لكن الشعور دياله بالارتياح بدك يتراجع بمعنى آخر اللاعب مبقى مرتاح معهم وأكدت القناة أن الإدارة للنادي الفرنسي لا ستقاتل بالتقناع حاكيمي بالاستمرار مع النادي وذكروا المقال الذي كانت دارته صحيفة لكيب الفرنسية ولمفادته أن باريسان جرمان مستعد لتفاوض على بيع أشرف حاكيمي وموقع سبورت الفرنسي كذلك مشاف نفس النسق وداروا مقال بعنوان حان الوقت بالفعل لتوديع فيراتي وحاكيمي وسولر ما الذي يخبئه لنا باريسان جرمان حقاً؟ إذن كانت هذه الأخبار التي تتعلق بأشرف حاكيمي أما بخصوص عبدالصامات الزلزولي صحيفة ماركا الإسبانية اختارت اللاعب المغربي ضمن أبرز اكتشافات بطولة لاليغا خلال الموسم الكوراوي لسنة 2022-2023 من بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع نادي أصاصونة إذن أشيلي كينو كيف العادة اللي ما زال ما نضمش لعائلة الذي لا تضيع ودائع وتفائل خيراً تزيدوه